أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السميل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك غليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاثْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِآءَ الْنَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَلْفِئَتَانِ نَكَصُوا عَلَا قِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرى هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجواهم وأدبارهم واذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت عينيكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بظنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله ألا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن تظلمون وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع الأليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صامرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة فإن يكن منكم مئة صابرة يغلموا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلموا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله وفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا ونصروا أولئك بعدهم أولياء بعد والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يحاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نيثاق والله بما تعملون بصير والذين كذبوا والذين كفروا بعدهم أولياء بعد إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كمير والذين آمنوا ولم يهاجروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وحاجروا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وجاهدوا معكم فأولئك منكم وولو الأرحام بعدهم أولى ببعد في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم